اشتركوا في القناة ومن قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا وهو أثيف خوفاكي وهذا خوكافي عفوا أو خوفاكي وهذا الرجل أساسا جعل هذه الوحدة أن تنتمي للفرقة وفرقة المشاة الإسرائيلية التاسعة والتسعين تحديدا وهذه الوحدة هي تعتبر واحدة من أكثر الوحدات تطورا على المستوى التكنولوجي ليس فقط مقارنة بالقوات الخاصة الأخرى الموجودة في إسرائيل وإنما على مستوى العالم بأكمله وهذه الوحدة في حقيقة الأمر هي وحدة قادرة على العمل في أي ظروف في أي جبهة في أي سيناريو ممكن أن تواجهه وهي من الوحدات المهمة للغاية في عمليات تنفيذ المهام في الداخل أساسا أو نتحدث عن الداخل أو الجنوب اللبناني على سبيل المثال فهذه الوحدة تحديدا التي نتحدث عنها هنا هي قادرة على ضبط أين يتواجد العدو وقادرة كذلك على تنفيذ الهجوم وعلى تدميره مباشرة من دون أي مشاكل وهذه الوحدة في حقيقة الأمر تمتلك العديد من القدرات مثل قدرات الحرب ضد الدبابات وكذلك ضد الطائرات والطائرات المسيرة وكذلك الاستخبارات وفي نفس الوقت هي تضم أيضا قدراتها قدرات المشات والهندسة كلها موجودة في قوة عمليات خاصة واحدة لتنفذ كل هذه الأمور وهذه الوحدة طبعا يطلقون عليها وحدة الشبح لأنها متخفية مختفية لا تراها هي تعمل في مناطق العدو وخلف مناطق أو خلف الخطوط العدو بشكل هائل للغاية وتنفذ الكثير من العمليات المهمة بالنسبة لها وطبعا موقع إزريل ريدر الذي تحدث عنه هو أن القوات الإسرائيلية بدأت وقامت بالعديد من التدريبات والمناورات منذ السابع من أكتوبر حتى يومنا هذا وهي أصبحت مستعدة للحرب تجاه حزب الله اللبناني وهي قامت بهذه المناورات ليس فقط في شمال إسرائيل وإنما أيضا في قبرص حاكت الكثير من الظروف التي ممكن أن تواجهها ضد حزب الله وخاصة أن زيارة الأخيرة ليو آف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس إلى شمال الإسرائيلي قالت له القيادة الشمالية بمجرد ما تصدر لنا الأوامر بالتقدم إلى جنوب لبنان فإننا ببساطة سنكون حاضرين لتنفيذ هذا الأمر خلال ستين ثانية الخطة الأساسية والاستراتيجية كما تحدث موقع إزريل ريدر هنا أن هذه العملية تريد القوات الإسرائيلية أن تنفذها بسرعة كبيرة للغاية أي أن تكون النتائج سريعة وحاسمة تجاه حزب الله اللبناني وهذا كله من أجل أن تكون الحرب قصيرة لا تكون كما جرى في قطاع غزة وكذلك لا تجرى المنطقة إلى حرب إقليمية كاملة وبمعنى آخر هنا أنهم يريدون جمع مسألتين جمع القوة النارية التدميرية العالية وكذلك المناورة البرية السريعة في الدخول إلى جنوب لبنان بمعنى أوضح أن تبدأ الأمور بضربات جوية وبضربات من المدفعية والصواريخ الإسرائيلية في كل لبنان في كل المواقع التي يتواجد فيها حزب الله اللبناني وفي نفس الوقت يبدأ بعملية التقدم مباشرة إلى جنوب لبنان وبالتالي حرب سريعة بنتائج حاسمة مع تدمير الأصول العسكرية الخاصة لحزب الله اللبناني دون أن يعطوا فرصة لإيران أو أي طرف آخر من الدخول بهذه الحرب لكن واحدة من الأهداف الرئيسية لهذه العملية أن اتخذت إسرائيل القرار للبدء بها هو عملية تقليل الهجمات الصاروخية أو تقليل الصواريخ التي تنطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل وهذه المهمة ستناط وستكون هي من المهام الرئيسية للوحدة التي نتحدث عنها هي وحدة الشبح هي المسؤولة عن مطاردة الخلايا الصاروخية الخاصة بحزب الله اللبناني هي التي ستعمل بشكل كبير في هذه العملية وتطارد وتكشف عن المواقع الخاصة بالصواريخ والقيادات الصاروخية وكل من يعمل على أطلاق الصواريخ لتقضي عليها وبالتالي يكون هناك أمن واستقرار أكبر في شمال إسرائيل من أجل أن يعود المدنيين مرة أخرى إلى الشمال لأن بنيامي نتنياهو الحكومة الإسرائيلية إسرائيل بشكل عام تعاني على مستوى كبير بسبب نزوح كل المدنيين من الشمال على المستوى الاقتصادي وعلى العديد من المستويات لأن حزب الله جعل إسرائيل تبدو وكأنها منطقة غير آمنة والمثير بهذه المسألة ومع الاستراتيجية التي ذكرناها أن القوة النارية الآن بدأت تتصاعد مما قد يشير أن إسرائيل قد اقتربت من ساعة الصفر من البدء بعملية التقدم باتجاه جنوب لبنان وتلاحظ على سبيل المثال يوم أمس كانت هناك الكثير من الضربات أكثر من 10 إلى 15 ضربة إسرائيلية متواصلة ليلة الماضية كانت الضربات متواصلة بلا انقطاع تقريبا ضربت العديد من الأهداف لحزب الله اللبناني الاثنين وسبعين ساعة الماضية كانت مليئة بالضربات على مستودعات الأسلحة الاستراتيجية والأصول العسكرية الخاصة بحزب الله اللبناني مما يوضح بأننا أمام التصعيد ليس عادي أبدا كذلك أن طائرات الشحن العسكرية بدأت أيضا بالوصول إلى إسرائيل بشكل مكثف نتحدث عن شحن الأسلحة الأمريكية يوم أمس ظهرت طائرة البوينغ 747 الأمريكية تحلق من الولايات المتحدة مباشرة إلى إسرائيل إلى قاعدة نيفاتم وهذه قادرة على حمل حمولة يصل وزنها إلى أكثر من 116 ألف كيلو جرام من الأسلحة وهذا هو التسجيل الخاص بنفس هذه الطائرة تلاحظ بأنها وصلت في 21 أغسطس كذلك طائرتين من طائرات الشحن الأمريكية C-17A Globe Master 3 هذه الطائرات قادرة على حمل حمولة يصل وزنها إلى أكثر من 63 ألفا وخمسمائة كيلو جرام من الأسلحة طائرتين واحدة منها جاءت من ألمانيا كما نلاحظ إلى إسرائيل هنا وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة يوم أمس وكذلك طائرة أخرى كانت قادمة من قاعدة العديد كما نلاحظ إلى إسرائيل أيضا وهذا هو التسجيل الخاص بها وفي 21 من أغسطس أي يوم أمس ثلاث طائرات ما مجموعه أكثر من 243 ألفا كيلو جرام من الأسلحة يتوقع أو متوقع أنها وصلت من خلال هذه الشحنات لوحدها وكل الأنظار تذهب إلى قنابل الأمكي القنابل الزلزالية أو الارتجاجية من المحتمل جدا هي الشحنات التي قد وصلت إلى إسرائيل لأن وزن هذه القنابل كما نرى 907 كيلو جرام للأمكي 84 والأمكي 83 450 كيلو جرام والأمكي 82 250 كيلو جرام من القنابل التي ستكون مؤثرة ومفيدة في ضرب البنى التحتية تحت الأرض ولا بد أن لا ننسى بأن حزب الله اللبناني يمتلك أنفاقا تحت الأرض من المحتمل لمثل هذه الكميات من الأسلحة تكون مفيدة في مثل هذه الضربات وطبعا شحن الأسلحة يأتي بعد موافقة وتأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي على شحن أو الموافقة على بيع أكثر من 20 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية لصالح إسرائيل وطبعا في نفس الوقت أيضا أن السفارة الصينية اليوم طلبت من رعاياها أن يغادروا لبنان ألا يبقوا في لبنان لأن الوضع أصبح خطيرا للغاية وكذلك أن قوات اليونيفيل يوم أمس قامت بمحاكاة لحالة انذار بأن من الممكن أن تدخل المنطقة في حرب ما الذي سنفعله وقامت بتدريبات صافرات الانذار الدخول للملاجئ وغيرها وهذا كله كمؤشر وهذه كلها مؤشرات توضح أن الأمور ليست على ما يرام أبدا وخاصة أن إسرائيل الآن تصعد مع وصول إبراهام لينكن حاملة الطائرات الأمريكية التي ترونها هنا هذه حاملة الطائرات كانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأنها قد وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بمعنى آخر بأنها تقريبا هنا في هذه المنطقة الآن بحسب ما أشار منش أوتسنت أي أنها قريبة من الشرق الأوسط ولكنها لم تصل إلى منطقة الشرق الأوسط هي بحاجة تقريبا من خمسة إلى أربعة أيام كي تصل إلى حاملة الطائرات الأخرى التي نراها هنا وهي فيدون روزفيلد وبالتالي لا زالت بحاجة إلى عدة أيام ومتوقع أن تتجه إبراهام لينكن باتجاه اليمن لضبط وضع جماعة الحوثي والتمركز تحديدا هنا بالقرب من هذه المدمرة الفرنسية تحديدا من أجل توفير الحماية لإسرائيل ومن أجل أيضا تنفيذ هجمات على جماعة الحوثي وأن تبقى على مسافة طبعا من جماعة الحوثي لضبط إيقاع أي هجمات ممكن أن تحدث باتجاهها أو باتجاه حتى إسرائيل ولا بد أن نرى وأن ننتبه بأن هذه حاملة الطائرات ليست لوحدها بل أن هناك خمس مدمرات أخرى حاضرة معها وتريد التوجه مباشرة إلى هذه المنطقة بالتالي نحن أمام ظروف كبيرة للغاية الآن وحدات جديدة خاصة بدأ الحديث عنها هي ليست بالجديدة ولكن مثل هذه العمليات قد تكون خاصة للغاية خاصة على مستوى مواجهة حزب الله اللبناني ترجمة نانسي قنقر